أنا عايزة كلنا كلنا حقيقي يعني ندعي لي سيادة الوزير العمري فاروق عضو مجلس طبعا إدارة النادي الأهلي لأن زي ما حضراتكم عارفين وزي ما كنا بنتابع الفترة اللي فاتت هو خضع يعني كمان لأسف خلال الخمس أيام اللي فاتوا لخمس جراحات كانت دقيقة جدا وهو حاليا في الرعاية المركزة وللأسف الشديد محدش فينا بيملك أي حاجة غير الدعاء لي بالشفاء يا ربي شفيه ويدي العافية وبإذن الله يرجع أفضل من الأول لأن ناس كتيرة جدا 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 وده اللي كان أو ده الشق اللي حقول في الكابوة اللي احنا فيها اللي شوية أسعدنا هي فكرة أن الواحد بيقيس أو بيشوف قد إيه البني آدم ده بيكون محبوب والناس بتدعيله وحتى الناس اللي هي ما تعرفوش كم الناس اللي كانت بتدعي وكم الناس اللي أظهرت حبها لسيادة الوزير العامري فاروق لأنه فعلا شخصية تتحبه شخصية تستحق فعلا الاحترام والحب والتقدير الراجل لطيف جدا راجل محترم جدا راجل ناجح جدا ربنا يقومك بألف سلامة يا رب لأن كمان الوضع كان مفاجئ لنا جميعا يعني أنا كنت بسفرة طبعا زي ما حضرتكم عارفين واسمعت الخبر وشفت كم التعليقات المكتوبة والبوست الناس عاملاها وغيره لا يعني الواحد زعل جدا الواحد ما كانش متوقع حاجة زي كده لأن حسب برضو لما كنت بتكلم مع زملائي ناس كانوا بيكلموه عشان يهنوه بعد ميلاده يعني هو كان عيد ميلاده تاني يوم فناس كانت بتكلموا عشان تهنيه بعد ميلاده كان بيرد عن ناس فما فيش بعدها بساعات قليلة جدا حصل يعني موضوع النذيف لأسف الشديد نذيف كان في المخ بشكل كبير وعلى أثره طبعا فقد الوعي ويعني دخل في غيبوبة وأجرى عدة جراحات إن شاء الله يرجع لنا بألف ألف سلامة بس كنت لازم أقف هنا ويعني بطلت تاني من حضراتكم كلنا ندعي لسيادة الوزير إن شاء الله يقوم بألف سلامة